محدد البنك المركزي الأردني قيمة العمولات التي تسوفيها البنوك على التحويلات الإلكترونية داخل المملكة لتجيع المواطنين لاستخدام أدوات الدفع والتحويل الإلكترونية وأعطى أفضلية بالحد الأدنى للتحويلات المنفذة من خلال القنوات الإلكترونية للبنوك عن تلك التي يتم تنفيذها من خلال كاونترات البنوك وقال البنك في رد على استفسارات لرؤية إنه بموجب التعليمات والتي بدأ العمل بها اليوم إنه إذا أراد العميل تحويل مبلغ أقل من 100 ألف دينار عن طريق نظام التسويات الإجمالية الفوري وتكون العمولة للمبلغ عن طريق القنوات الإلكترونية 5 دنانير وعبر الكاونتر 8 دنانير أما إذا كانت تحويل أكثر من 100 ألف تكون العمولة 10 دنانير عبر القنوات الإلكترونية ومبلغ 13 دينارا عبر الكاونتر في البنك وأضاف أنه إذا أراد العميل تحويل المبالغ الصغيرة عبر نظام غرفة التقاصي الآلي تكون العمولة عبر القنوات الإلكترونية دينارا إذا كان أقل من ألف دينار وعبر الكاونتر في البنك دينارين وإذا كان المبلغ بين ألف إلى خمسة آلاف دينار تكون العمولة ديناران عبر القنوات الإلكترونية وثلاثة دنانير عبر الكاونتر وإذا كان المبلغ يتراوح بين خمسة ألاف إلى مائة ألف تكون العمولة ثلاثة دنانير للقنوات الإلكترونية وأربعة دنانير عبر البنوك مباشرة